السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كل اللي بسمعني معكم للصفاء من قناة يوتيوب اللي بسمعني الأول مرة عاجوا الفيديو ما ينساش تتركوا فعلنا الجرس اليوم بإذن الله وضعية نقضية عن النزعة العقلية في العصر العباسي لسنة ثانية ثانوية وضعية مقترحة الفصل الأول عندنا سياق أو السند والتعليمة لقد شهد العصر العباسي طورا في شتى المجلات حتى سمي بالعصر الذهبي للأدب العرب تعليمة تحدث في فقرة لا تقل عن اثنى عشر صدرا عن الأسباب التي أدت إلى التطور النزع العقلية مبرزا أوثار الأمم العجمية على العرب موظفا الممنوع من الصرف واسما مبنيا وتشبيها نقرأ هنا تعليمة جيدا هنا فقرة لا تقل عن اثنى عشر صدرا يعني هنا حدث لا تقل عن اثنى عشر صدرا فقرة يعني مقدمة وعرض وخاتمة هنتكلم هنا عن الأسباب أسباب التي أدت إلى تطور النزع العقلية ومبرزا هنا كلمات مفتاحية مبرز يعني نوضح أثار الأمم العجمية على العرب موظفا هنا نوظف هنا ممنوع من الصرف اسم مبني تشبيه نقوم بحل هذه الوضعية شهد العصر العباسي تطورا في شتى المجالات حتى سمي بالعصر الذهدي للأدب العربي كما هي الأسباب التي أدت إلى تطور النزع العقلية واسكر أثار الأمم العجمية على العرب دي مقدمة أترك فراغ مسافة كلام بيات المقدمة طبعا هنا المقدمة وضعنا إشكالية إجابة الإشكالية حتكون موجودة في العرض السؤال الذي نضعه في المقدمة يجب أن يكون موجود إجابته في العرض السؤال هنا صغنى من التعليم هنا يريد هنا الأسباب التي أدت إلى تطور النزع العقلية فقلنا سألنا فما هي الأسباب التي أدت إلى تطور النزع العقلية ثم السؤال الثاني بالترتيب أذكر أثار الأمم العجمية على العرب أو نقول ما هي أثار الأمم العجمية على العرب نضع علامات الاستفاهم في السؤال العرض أو صلب الموضوع أترك فراغ مسافة كلمة بداية العرض وبداية المقدمة أيضا مقدمة والعرض النزع العقلية هي ميل الشعراء والأدباء إلى الأفكار التي تعلي شأن العقل مستخدما أساليب المنطق والتأمل والحكمة والفلسفة في صلب الموضوع في البداية تعريف النزع العقلية النزع العقلية هي ميل الشعراء النزع العقلية تعريف النزع العقلية هي ميل الشعراء والأدباء الأفكار التي تعلي شأن العقل مستخدما أساليب المنطق والتأمل والحكمة والفلسفة والغض كانت النزع العقلية كان نور الذي أخرج العرب من الجهل والظلم إلى حياة الثقافة والتحضر ولعل الأسباب ولعل الأسباب سنجاوب على السؤال أول سؤال بالترتيب سنذكر الأسباب والأثار الأول الأسباب بعد التعريف سنذكر الأسباب ولعل من أسباب التي أدت إلى طور النزع العقلية أن ينفتاح على الثقافات الأجنبية مثل الفارسية واليونانية واقتداء العرب بهم وبطريقتهم والتعرف على كل ما هو جديد عن طريق ترجمة الكتب والمحاورات والمناظرات كما أن تشجيع القلفاء للحركة الفكرية كان له دور فعال في هذا التطور حيث بنوا مساجد كثيرة وجلبوا العديد من الكتب والعلماء وانتشار مختلف العلوم العقلية كالفلسفة والرياضية والفلك والفيزياء وغيرها ولقد تأثر سأتكلم كده على أثر العرب بالأمم الأعجمية الأثار فأخذوا فأخذوا من الفرس اللهم والمجون ومن الهند الزهد والحتمة ومن اليونان الفلسفة والمنطق وفي الأخير هنا جزداء خاتمة أترك فراغ مسافة كلمة بيت الخاتمة وفي الأخير يمكن القول أن العصر العباسي هو العصر الذي تميز باطلاق الفكر من التقليد ولذلك تعددت فيه البدع وزرت الحاجة إلى الانفتاح لتراث الأمم والوصول إلى التطور أضع نقطة خاتمة خلاصة الموضوع في ثلاثة أو أربعة أسطر تأثير العرب لأمم الأعجمية أخذوا من الفرس اللهم والمجون ومن الهند الزهد والحتمة ومن اليونان الفلسفة والمنطق إجابة الثوال الثانية أو الإشكالية الثانية مقدمة هنا أخذناها من السياق أو من السند لقد شهد العصر العباسي تطورا في شتى المجالات حتى سمي بالعصر الذهبي للأدب العربي هو نفسه أخذناها ووضعناها في المقدمة إذا كان السند مناسب ممكن نأخذه نضعه في المقدمة ونضيف الإشكالية أهم حي أن نضيفنا إشكالية في المقدمة ونجاوب عن الإشكالية في العرض وذكرنا تعريف النازع العقلية وأسباب التي أدت إلى تطور النازع العقلية دي كلها أسباب هنا طلب منينا فقرة وظفنا هنا فقرة مقدمة وعرض وخاتمة لا تقل عن إثنى عشر سطران كما تلاحظون أن احنا كتبنا أكثر من إثنى عشر سطران يعني هنا صفحة لا وعدناهم حنا نجدهم أكثر من إثنى عشر سطران صفحة ونصف ذكرنا الأسباب وذكرنا الصرف موظفا هنا ممنوع من الصرف مساجد 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 ممنوع من الصرف اسم مبني لدينا لاتي وعندنا كمان هنا لاتي وظفنا هنا لاتي تشبيها هنا كالنور كالنور قد كانت النازع العقلية كالنور الذي أخرج العرب من الجهد والظلم إلى حياة الثقافة والتحضر أشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم لو عجبكم الفيديو تنسونا تشبهوا لايك الاشتراك كومنت للقناة وتشيروا الفيديو إذا تستطيعوا تشيروا الفيديو وشيروا لنا الفيديو ويزاكم الله خيرا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة